السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أصدقائي اليوم سوف نتعلم كيفية الوضوء والصلاة نلوى الوضوء ونقول باسم الله أولا نخسل اليد اليمنى صن اليد اليسرى ثلاث مرات ثانيا نمضمد الفن ثلاث مرات ثالثا نستنشك ثلاث مرات رابعا نخسل الوجه جيدا ثلاث مرات خامسا نخسل اليد اليمنى من الأصابع إلى المرفق ثلاث مرات وبعدها اليد اليسرى سادسا نمسح الرأس مرة واحدة سابعا نمسح الأزن ثلاث مرات ثامنا نخسل القدم اليمنى ثلاث مرات ثم القدم اليسرى ثلاث مرات بعد الغدوء نقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم جعني من التوابين وجعني من المتطهرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم جعني من التوابين وجعني من المتطهرين ثم نتجه للقبلة وننوي الصلاة ونقول دعاء الاستفتاح سرًا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك نضع أيدينا محاذاة أذننا ونقول تكبيرة الإحرام ثم نضع اليد اليمنى على اليد اليسرى ونقول الفاتحة وما تيسر من القرآن حانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نابد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم كل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم نرفع أيدينا ونقول الله أكبر وبعدها نركع ونقول سبحان ربي العظيم ثلاث مرات ونعتدل ونقول سمع الله لمن حمد اللهم لك الحمد والشكر الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمد اللهم لك الحمد والشكر وبعدها نسجد السجدة الأولى ونقول سبحان ربي العظيم ثلاث مرات ثم نجلس ونقول ربي اخفر لي الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم الله أكبر ربي اخفر لي ثم نسجد السجدة الثانية ونقول سبحان ربي العظيم ثلاث مرات الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم الله أكبر ثم نقوم نقف ونكرر ما فعناه في الرقعة الأولى نجلس بعد السجدة الثانية إذا كانت صلاة الفجر ونقول التشاهد الأول والتشاهد الأخير وهي الصلاة الإبراهيمية أما إذا كانت صلاة الضهر أو العصر أو العشاء فسنقول التشاهد الأول ونقول نصلي رقعتان وبعدها نقول التشاهد الأخير التحيات لله والصلوات والطيبات عليك أيها النبي وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبدك ورسولك ثم نقول التشاهد الأخير اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم ندعو الله عز وجل ونقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال ننظر من جهة اليمين وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهكذا يا أصدقائي نكون تعلمنا الهدوء والصلاة بطريقة سهلة وبسيطة لا تنسوا الاشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته